أهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجالكم بمقطع جديد ومقطع زلها طبعا في مقطع اليوم رح نتكلم عن أماكن مخيفة وحولها نظريات عديدة مرعبة في سلسلة جي دي اي زي ما تعرفون سلسلة جي دي اي فيها العديد من الأماكن والأسرار المرعبة والمخيفة اللي حولها كلام وكلام خطير ولللاعبين اختلفوا حيالها لذلك رح نذكر أهمها اليوم فخلونا نخش سويا في المقطع أولا عندنا مكان رح نسميه العربة المهجور وهو بكل بساطة مكان على الشاطئ في له عربة موجودة بشكل غريب جدا ولما تطالع فيها رح تحصل عليها العديد من الدماء المنتشرة وأيضا منوجود شاك أو منزل صغير زي ما تلاحظون وهذا المنزل يشع باللون الأحمر في الظلام زي ما تلاحظون طبعا هذا المكان حوله كلام كثير وصعب جدا نحدد الصحيح فيهم لذلك رح نذكر أهم النظريات وأهم الكلام المنتشر عن المكان المرعب هذا أول نظرية تقول أنه هذا المكان كان يسكن شخص كبير في العمر وكان قوت يومه أنه يصيد أسماك من هذا البحر القريب من منزله لكن في أحد الأيام هذا الشايب وتحديدا أثناء الصيد اشتد الوضع وسقط الكبير في العمر في البحر لينتهي به المطاف ميتا ثاني نظرية تقول أنه هذا المكان هو مكان الليذر فيس بين قوسين المجرم أبو منشار ولهذا السبب نشوف الدماء منتشرة في كل مكان يقال أنه الليذر فيس جاء إلى هذا المكان وحصل مجموعة من المشردين الموجودين في هذا المكان فقام بقتلهم كلهم واستولى على المكان لنفسه وأثناء تواجده وأثناء هجومه على هذا المكان حصل شخص مقعد على هذا الويلدشير أو العربة فقام أكيد بقتله والتخلص من جثته لذلك نشوف الدماء منتشرة على هذه العربة طبعا يقال أيضا أنك لو جيت في وقت معين ويوم معين ممكن تقابلوا فعلا بشكلوا في هذا المكان لكن لحد الآن لم يتم إثبات هذا الشيء ولا أحد قد صار له هذا الأمر طبعا آخر نظرية تقول أنه هذه العربة المنبوذة فيها إشارة إلى فيلم رعب معروف باسم التكس تشينزو ماسكر وفعلا لو تلاحظون فيه تشابه يا أخوان فممكن روكستار جيمز حطت العربة المهجورة في هذا المكان إشارة إلى هذا الفيلم وتقريبا هذه هي أكثر ثلاثة نظريات موجودة عن هذا المكان فبراكم تشاركوني في خانة التعليقات إيش أكثر نظرية أقنعتكم من بين الثلاثة ثانيا عندنا الموتيل المهجور في جي تي اي في واحد من الأماكن اللي فعلا مخيفة واللي فعلا الناس ما تعرف حقيقتها لما تعرف حقيقة هذا المكان صدقني ما رح تخشه إطلاقا عموما هو زي الفندق لكنه مهجور وبما أنه مهجور فأكيد رح يكون مليء بالهومليسيز والمشردين وتحديدا الخطيرين منهم وتقدر تلاحظ هذا الشيء مباشرة بعد ما تخش المكان بدقائق لكن هذا المكان يا إخوان يضم أشياء أخطر وأخوف من بس مجرد مشردين وهومليسيز تعالوا نشوف سويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زي ما شفتوا يا اخوان خنزير ضخم جدا موجود في المكان رح يحاول انه يهجم عليك زي ما لاحظتوا لكن الامر اللي فعلا مخيف واللي فعلا يوتر واللي يوتر اهل اهلي وفي المكان رح تحصل مهرج واقف بشكل غريب وبشكل مخيف جدا زي ما تلاحظون انا ادمي عندي فوبيا من شي اسمه مهرجين فما بالك في الليل وفي مكان مهجور وعلى اعصابي ومتوتر الا فجأة يطلع لي مهرج واقف لي بهذا الشكل يعني ما ادري اش راح اسوي لكن افجر وجه وجهه فلاعم يا اخوان هذا الموتيل مخيف جدا ورح تحصل في له كثير اشياء مخيفة ممكن حتى ما قدرنا نغطيها فالسؤال بسيط هل كنت تعرف بموضوع هذا الموتيل وانه ممكن تقابل خنزير كبير بهذا الشكل وايضا تقابل مهرج او لا شاركونا في خانة التعليقة ثالثا عندنا المقبرة الخطيرة في جي تي اي سان اندرياس جي تي اي سان اندرياس زي ما تعرفون هي اكثر لعبة فيها اسرار مخيفة ومرعبة عموما في احد مقابر اللعبة راح تحصل اكيد قبور موجودة في المكان لكن احدهم جدا مميز وفي له شي مخيف زي ما شفت يا اخوان عندنا قبر مفتوح وكأنه احد طلع منه طبعا في نظرية كبيرة حول هذا الامر وتنص على انه هذا القبر كان طلوع اول زومبي الى لوسانتوس و جي تي اي سان اندرياس زي ما تعرفون لوسانتوس فيها مبنى كامل مكون من 17 دور فقط لدراسة الزومبي وعيناتهم ومن ايش وايش وضعهم وكيف جاوا وكيف صاروا فممكن نعم انه هذه المجموعة جاهم خبر انه في هذا المكان في زومبي موجود ومنتشر وفعلا توجهوا للمكان ومباشرة اخذوه واختطفوه عشان اولا يسوون عليه التجارب وثانيا عشان لا يثير الرعب في المدينة فنعم اختطفوه وشالوه للمبنى حقهم وشغالين دراسات عليه وياخدون وضعه لكن الامر المخيف جدا انه اذا طلعوا واحد فاكيد رح يطلع غيره وهذا الامر يخلي مدينة لوسانتوس ولعبة جي تي اي سان اندريس بشكل كامل في خطر جسيم من هجوم زومبي محتمل وتقريبا هذا هو مقطعنا لليوم وفيه شفنا اماكن مخيفة في سلسلة جي تي اي وشاركنا جميع النظريات عنها فبغاكم تشاركوني اراءكم في خانة التعليقات هل عندكم اماكن مرعبة اخرى نقدر نغطيها مستقبلا اولا طيب كل صلنا معاكم من نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم المهرجة الان داهمكم يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة